أشرى تقرير للبنك الدولي بشأن المرصد الاقتصادي لليمن إلى أن الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثية الانقلابية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وتصعيد الحوثي في البحر الأحمر تسببت بتفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية في البلاد وضف التقرير أن الاقتصاد الوطني يواجه عقبات كبيرة وأن المالية العامة للحكومة شهدت تدهورا كبيرا في العام الماضي 2023 في حين انخفضت إيراداتها بأكثر من 30% بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط وتقلص إيرادات الجمارك نظرا لعادة فتح الموانئ التي تقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية كما لفت التقرير إلى أن الحصار المفروض على صادرة النفط بسبب هجمات الميليشيات الحوثية كان له تأثير كبير على العجز التجاري في حين ظلت احتياطات النقد الأجنبي مستقرة بالشكل النسبي بفضل المساندة المالية التي قدمها شركاء ومنها تحويل جزء من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي موضحا أنه واستجابة لتلك التطورات نفذت الحكومة خفضا حادا في الانفاق الأمر الذي أثر على الخدمات العامة الأساسية والنمو الاقتصادي طويل الأجل وبرز التقرير أيضا التأثير الحاد للتوترات الإقليمية المتصاعدة وخاصة هجمات الميليشيات الحوثية في البحر الأحمر والتي عطلت حركة الشحن وتجارة الدولية ما زاد من تكاليف الشحن وأقصات التأمين وبالتالي وضع المزيد من الضغوط على الاقتصاد اليمني لافتا إلى أن الآفاق الاقتصادية لليمن ما تزال تتسم بقدر كبير من عدم اليقين كما يعد استئناف صادرات النفط والتعافي الاقتصادي واسع النطاق أمرين بعدي المنال دون التوصل إلى اتفاق سلام دائم مشيرا إلى أنه في الفترة من 2015 إلى 2023 شهد اليمن خفاضا بنسبة 54% في نصيب الفرد من إجمالية الناتج المحلي الحقيقي ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر فيما يؤثر عدم الأمر الغذائي على نصف السكان